إلى خبرنا الأخير ومع بشائر الخير والرحمة حيث هطلت اليوم أمطارا تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق مختلفة من الدولة تركزت غالبيتها على المنطقة الوسطى جهة المليحة والفلي ورويضة والبحايص كما هطلت بعض الأمطار على مناطق مختلفة من إمارة الفجيرة أدت لجريان الشعاب والأودية هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون التقص غدا غائما جزئيا بوجه عام مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصقة